اشتركوا في القناة 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 ونسبة الأنجاز فيها متقدمة إذن كما نرى أيضا أن هناك الطرقات أشغال الطرقات ومختلف الشبكات نسبة التقدم فيها جيدة وطيرة الأشغال ممتازة والحمد لله لا نقول أنها مجرد كلام عن الورق ولكن بالنسبة للدولة أحبت تنجز مدينة جديدة لكن نحن متمسكين بالمدينة القديمة وهذا نظرا للظروف الحالية اللي رانا تعيش فيها المدينة هذه اللي يوقفوا لها عدة مشاريع منها المدرسية أين يذهب الأولاد هذو اللي رعما جاءوا جديد للمستقبل أين يقرأوا هذ الأولاد كي تقول لمدينة جديدة وتحبس المدينة القديمة نحن الهم منتعنا في المدينة القديمة الناس موجودة للحد الآن في المدينة القديمة والمراكز الخاصة في المدينة القديمة احنا هذه المدينة الجديدة على مدة 15 سنوات عشر سنوات باش تنجز احنا بالنسبة لنا ما تفيدناش لا فائدة لها لا فائدة لها انها مدينة جديدة مسافة 70 كيلومتر 70 كيلومتر يا هل السيد هذا اللي يعمل يساكن في المدينة القديمة يمشي ب70 كل يوم 70 كيلومتر بغادي و70 كيلومتر اياب ما نظناش بلي تكون فيه فائدة المدينة الجديدة هذه اللي قاعدة من 2004 طال الانتظار تحها طال الانتظار تحها ضرق انا كمواطنين في حاسم سعود والله كمجلس ما نقدرش نقعدون نقعدون عاشر سنين ونشوفوا في الزيقو ونديروا التحاجة ما نقدرش نشاء عاشر سنين ونسنوا في المدينة الجديدة طرقات تحاسم سعود كل مكسرة هوا عليها قتلك تجميل ضرنا ضرنا هيسر التجميل هذا يعني انما ضرنا جينا كمجلس يقولي المدينة الجديدة ونقولوا أنا المدينة الحالية ما عندي شوين نمشي هذه المدينة الجديدة مؤخرا ضرناها مع سيد ولي الفين سكن اجتماعي حقيقة بدات الفين سكن بدات الفين سكن اجتماعي اواخر الفين وثمانطعش والالفين وسبعة عشر تكمل معليش تكمل الفين سكنة والالفين سكن هذه الناس هذين يروعوا وش لازم لهم لازم لهم مدرسة لازم لقاعة علاج لازم لابوست لازم لهم الأمن لازم لهم الفرع بلدي هذو يعني راح يكونوا ثمان سنين عاشر سنين بش يوجدوا سما كون حنا قعدنا مدرنا التحاجة ونسنوا في المدينة الجديدة من الفين وربعة نروحوا لالفين وعشرين وحنا عايشين في الظلمات كنا ننتظروا فيها مدينة جديدة خاصة خطر المرسوم اللي خرج يقول لك ترحيل المدينة الحالية بالنسبة للسلطات العليا ان مدينة حسيم سعود كاملة مدينة ذات أخطار كبرى يعني المرسوم اللي ادال على أساس انها ترحل وان بصرح باش ترحل مدينة كاملة موش بالأمر السهل موش بالأمر الهيين كي الناس عندها ممتلكات كي الناس عندها عندها ممتلكات كبيرة ياسر كي الناس عندها مقبرة ام دافلين دافلين آبات مؤماء وان بعد ممكن يقال لك باللي هذه المدينة الحالية تبقى والمدينة الجديدة توسعة فقط توسعة يعني في هذا الطرح ممكن تولي حسيم سعود القديمة تبقى حسيم سعود القديمة وحسيم سعود الجديدة لولادنا ولد ولادنا يروحوا فما اشتركوا في القناة